كثيرة هي المرات التي تمكنت فيها قوات أمن المكلة عاصمة محافظة حضرموت من إبطال المتفجرات التي زرعتها الجماعات الارهابية في بر المدينة ولكن هذه هي المرة الأولى من نوعها التي تبطل فيها كميات جديدة زرعت في البحر عملية وصفت بالنوعية استطاعت من خلالها فرقة مكافحة الألغام في المكلة من إبطال أكثر من خمسمائة وعشرين كيلو جراماً وضعت في ثماني استوانات كبيرة زرعت في بحر المدينة المتفجرات التي ضبطت على بعد مائة وخمسين متراً من شاطئ المكلة كانت تحوي على مادتي التين تي وسيفور شديدتي الانفجار موصولة بمنظومة كهربائية وجهاز لاسلكي لغرض تفجيرها عن بعد ومتصلة في ذات الوقت بباخرة غرقت سابقاً قبالة المدينة وحدة الهندسة ومكافحة الإرهاب أكدت أنها أنقذت الموقف قبل أن تنفجر العبوات وإنها إذا ما تم تفجيرها كانت ستتعرض المدينة لخسائر بالغة في الأرواح والمنازل علاوة على إحداثها أضراراً في السفن الراسية قبالة الميناء تعود إذن وبشكل آخر المعركة التي تخوضها القوات الأمنية في المكلة ضد الجماعات الإرهابية وكلما ذاقت السبل بهذه العناصر عادت للبحث عن طرق جديدة حتى لو كانت من تحت أعماق البحار اشتركوا في القناة